السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا جميعا بخير بحبوكو في الله ابتدي كلامي بذكر الله سبحانه وتعالى سبحانه الله بالحمد والصلاة والسلام على حبيب محمد يارب لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يفصلوكم مني كل جديد بسم الله تداول في الفترة الأخيرة كلام كتير عن الحاد سمح أنور وانضمت لمجموعة من اللي هم المشككين في وجود الله سبحانه وتعالى إيناس الدغيدي وإلهام والعجوز الشمطاء دي اللي اسمها نوال السعداوي فهل الفن يعني يا جماعة بقى مصرح للملحدين يعني مفروض إن الفن بيدي فرصة إن هم ينشروا الخير مش يضلوا عن سبيل الله سبحانه وتعالى ونكروا وجوده فسمح أنور الست المسترجلة يعني هي تقريباً اللي أنا شايفي يعني إن دماغها ممكن تكون خرافت شوية يعني سبحان الله فهي قالت إيه سمح أنور قالت أنا مش بخاف يعني من ربنا طب أنا يا جماعة أغطي شعري ليه وليه ربنا خلق شعري أصلاً عشان أغطيه يعني ربنا بيغلط مثلاً فطبعاً الموزيع طبعاً يعني مستغرب من كلامها فقال لها بالنص كل الأئمة أجمعوا على الحجاب قال تعالى فليضربنا بخمورهن على جيوبهن ويعني ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى قالت الأئمة دول يعني يقولوا براحتهم الأئمة دول مش بني قدمين خلاص وأنا كمان بني قدمة وممكن أفسر التفسير اللي أنا عايزاه الحجاب ده مش أمر من الله وأنا برفضه طبعاً استشهدت بكلام كده غريب طبعاً البنات مليين الدنيا اللي بلبسوا ستريتش أنا عايز أقولك يا سماح على فكرة البنات البلبسوا ستريتش والبناطيل الغريبة دي وعليها أو على دماغهم غطاء رأس دول مش محجبات مش محجبات خالص دول ربنا قال عليهم المتفلجات للحسن يعني حتى لو حطت حاجة على شعرها فهي بعيدة عن ربنا كل البعد وده مش حجاب الحجاب طبعاً الشرع اللي الدنيا كلها عارفة طبعاً وفضل المزيع يعني جبلها في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفقالت له يعني سجوني براحتي وما تفرضوش علي الكلام اللي انتو بتقوله ده لأن أنا مش مقتنع به ومش هقتنع به ففضلت يا جماعة يعني بتهاجن في العلماء بتفسر بطرائتها طرائتها اللي مليانة عوجاج بطريقة غير عادية عن منهج الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يعني ربنا سبحانه وتعالى يا جماعة قالوا ولا يعني تمنوا علي إسلامكم بل الله يمنوا عليكم أن هداكم للإسلام فهي اعترضت على العلماء ومش معترفة ببعض الآيات سبحان الله والناس آلة الحديث وهي مش مقتنع به فطبعا قال تعالى لا إكراها في الدين قد تبين الرجل من الغي من شاء فليؤمن في آية تانية قال من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر سبحانه الله يعني فربنا يهدي كل الناس وأنا شايفها من وجهة نظري إنه هو مش نوع من الإلحاد بقدر ما هو نوع يعني من البعد عن طريق الله والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر